قبل الانتماء الانتماء جضرمية والبوليس وكل عنوال الفئة ذي البوليس وذي المضافين وذي المتقفين وغير المتقفين والعلماء وغير العلماء كل شيء يدخل الباب مفتوح على مصراعيه وهذا هو لجل أنه كأنه خلط وكأنه دس بعض العناصر اللي شو هات الصفاء بعض الناس اللي هما صادقين فالسلام السلام وجد هذه الحالة وجده واحد الفوضى والخصوص واحد الخصوص وما مع الشرع الشرع ما كانش وقف معه تماما فالسلام السلام أراد أن ينظم الزاوية فبدأ بتنظيم الوقت بأرفع الآدان كالآدان متى يتصلى متى يدنوا الناس متى يدنوا يقوم الصلاة فورادة أو جباعات في أوقات متفرقة كاللي يجمع هذه ويجمع هذه كاللي تينعاس في لقيتة الجرسة السلام وضعه ورأسي العلوي شاف هو ليحضر هذه المسالة بتفاصيل قال إنه كان من المسؤولين الكبار في في الصوف في الزاوية أنا كنت غير على كل حال واحد الطالب كانت لي علاقة خاصة بالخصوص مع الحمزة الله يذكره بخير والحجل العباس رحمه الله وحد الولي صالح طاهر وننذكر الله أحدا فضله علينا كثير والحن عرفنا السلوك إلى الله عز وجل وذكر الله وكان نموذجا من الذكر ومن الورع إلا أن بعض العناصر دخلات فأسددت كل العناصر أجنبية لما هي طاهرة تدخل واحد الميدان وتتفسد المرحلة فكان خصام كان خصام مع بعض العناصر على الشريعة تسمير السلام 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 الشريعة لأنه أدخل النظام وأدخل تلاوة القرآن وخاء لكل حال جماعتان ونظم صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العيشة والنوافل والنوافل وبدأ يحرص على أن نوخذ كلنا من كان نائما ليقوم بسلاته فلم يرق لهذا بعض الناس كانت يسميه عبدالسلام الشريعة لأنه تقول لك كان هذا الصراع ما بين صحاب الحروف وصحاب القلوب صحاب النصص صحاب النصص وصحاب القلوب حيات القلبية وكادره الفصل النكيد بين النصص وبين الممارسة الشرعية السعب السلام ما رقليشا مثلا وقع استضامات كثيرة وبدأ السعب السلام يكتوب فكتب أول ما كتب كما تعرفون كتب الكتاب المعروف الإسلام بين الدولة بين الدوة والدولة والكتابات أنا شرفا لله بأن أحضر إليها والإسلام ومن بعد هذا لقي قبولا من طرف الزاوية لأنه كان يمدح الزاوية ويترح القضية الصوفية كقضية تنقذ الإنسان تخرجه أي المنهج النبوي لتغيير الإنسان من أين نبدأ أن نبدأ من العقل أو من نقل أو من الإرادة وأنتم تعرفون هذا الطرح المنهجي لموضوع في الجماعة النقل والعقل والإرادة تقسيمات التقسيمات التاريخية اللي جنات على المسلمين في فصله النقلي والعقلي يعني الإرادة وتبنت الإرادة وتبنت واحد الفئة الإرادة وتبنت واحد الفئة العقل وتبنت واحد الفئة النص وأصبح الصرع الآن نحن في جماعتنا النص العقل والنقل والإرادة كل متكامل كل له وظيفة وكل يفضي إلى الآخر ويؤيد الآخر نحن هذه المسألة جربناها الحمد لله بتجربة وبتعسيس فكري تستير تستير نظري مني على تقعيد لهذه المسألة في الكدامات المنهاجية اسم أحتاج أستاذ أحمد قبل أن ننزل لهذه المرحلة ربما وصلنا لإسلام بين دعو الدولة وهذه ربما مرحلة من المراحل المتميزة في حيات أستاذ أبسلام لأنها من بعض سيتعرف بعد السراعات معزاوية فقبل من هذا ربما كيش تفاصيل هو بشر نرجع لكم إن شاء الله نشوف أستاذ محمد أسأل تندو وعلى ما قبل هذه المرحلة بالضغط شي شوية إلا كان تفاصيل لأن سيد الحمد كل مرة يشير لسيد محمد ربما سيد محمد عارف هذه المسألة فننزل قبل من قبل ما نساو بسم الله والحمد صلى الله ونساو ونحاول نختصر بزر إنه قبل من نجوب على هذا السؤال كيف عرف تنزل هذا أسف علش ابنين سمعت عليه همين هذا كان في 1948 عام 1948 كان سمعت كان واحد الشاب دروكرا كهلب هالي كيجي سكن حدث ابستام كيجي كيقول هذا ابستام الحاحي واش كيتعرف وقال كان سمعت به قال لك جا عندي قال لك نعلم الفرنسي وقلم العربية ومالك ينطق ما كعب شو ينطق وكتب كيه واعداد السنة سنة لبعد هذه قال صعب قال يلا نتقدم ذلك سعر ثلثة اعدادي دي دروكرا قال صعب قال يلا نتقدم الباكالوريا شو ارادة ارادة والهمة كيف شو جاءت المرحلة التانية هي كيف شو أنا مشيت الزاوية ما كانش عندي شي صي لها بسع 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 وغماء وانو كان في المرحلة كان سمعوه من تي ساعة قرار فانسي يهو وقرار بن يوسف ولكن كان هو أستاذ مع سي محمد الطالبي السهر دي فتح الله ولا كانت عنديك ساع يعني كنت صعبها لسق مع سي محمد الطالبي ولا زالت مشي صعبها ولكن عائلة واخوها وأول من خاطبه من القاس لحاجها بس يا بس خاطب الطالبي في مراكش طالبي أول من خاطب خاطب لينا كنا كان سمعوه الإشعاعات كيف قال سي محمد هالبربوش هكذا هو تخذ اللي عقله هو مشاه هال المخابرات الأمريكية اللي مخدماه ها هو وهد شي كي يروش في الشباب في التروياء وفي ال أنا الدني عشلي الدني الدني مسانة حبل الطلع الشهادة قصين عارفوا من الدخل ما ما يكفي نشغل نسمعه غير هذا هو السبب لجعنين دخل الزاوية جينا لوسط الزاوية تفصل لها هو سمعت عند الزاوية ووسط الزاوية كنا في الحقيقة دي الأمار كنا مصاحبين هذا رجل الله جزي بخير سخر علينا ليلا